اشتركوا في القناة ومدور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري بما في ذلك التقارير التي عدتها الأمانة العامة بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون وقرارات المجلس الوزاري وتوصيات اللجان الوزارية المتخصصة في مجالات التعاون الخليجي المشترك بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك كما بحث المجلس الوزاري مستجدات مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة والحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود التي تبدلها دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة وقد صدر عن اجتماع المجلس الوزاري بيان استعرض ما تدارسه المجلس من موضوعات تتعلق بالتعاون الخليجي المشترك في عدد من المجالات وما تم اتخاذه بشأنها من قرارات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ومواقف دول المجلس تجاهها